السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم سنة ربعة معدنا النهاردة ان شاء الله مع الاسم 5 من ICT بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا ان احنا use technology بنستخدم التكنولوجيا help us ليه التكنولوجيا help us بتساعدنا في daily life التكنولوجيا help us بتساعدنا في daily life في حياتنا اليهمية نتعرف بقى على حاجة اسمها assistive technology assistive technology يعني التكنولوجيا الداعمة او التكنولوجيا المساعدة الassistive technology دي ايه هي دي عبارة عن special type of technology special type of technology نوع خاص من التكنولوجيا من اللي بيستخدم الاسستف تكنولوجيا دي من اللي بيستخدم الاسستف تكنولوجيا الاسستف تكنولوجيا بيستخدمها البيبل اصحاب الارادة طيب اصحاب الارادة بيستخدموا الاسستف تكنولوجيا ليه؟ يقوموا بيها بالتسكس بتاعتهم يقوموا يستخدموا الاسستف تكنولوجيا يقدوا بيها التسكس بتاعتهم عندنا مثال لواحد من اصحاب الارادة من البيبل اسمه ايه؟ البرت لين عرفنا من الدرس الاول انه هو اركولوجيست طيب البرت لين كانت مشكلته في ايه؟ البرت لين كان عنده لم ديفرنس لم ديفرنس كان عنده بتر في الصوق تمام؟ بس كان اركولوجيست قدر يعمل استكشاف الراوند ذاولب عرف يعمل استكشاف حول العالم يبقى الليم ديفرنس بتر الصوق ده ما عملش ما قدرش يعمله سطوب ما قدرش يوقفه عن حلمه قدر يعمل اكسبلورينج ارون ذاول لدي طيب ايه اللي ساعده على كده؟ ساعدته على كده الاسيستيب تكنولوجي انه هو استخدم بروتستيك لج طرف صنوعي يبقى كده الاسيستيب تكنولوجي ساعدة البرتلين انه هو يحقق حلمه بايه؟ باستخدام البروتستيك لج وعندنا امثلة كتيرة كتيرة جدا للأساسة تكنولوجي زي ايه؟ زي الهيرنج ايد سماعة الودان هيرنج ايد طيب مين بيستخدم الهيرنج ايد؟ بيستخدمها الناس اللي عندهم مشاكل او مشاكل في السمع تاني مثال عندنا الاسكرين ماجنيفيكيشن سوفتوير سكرين ماجنيفيكيشن سوفتوير زي عدسة مكبرة بس تبقى في السوفتوير طيب مين بيستخدمها يا ترى؟ الاسكرين يبقى مين اللي بيستخدمها؟ الناس اللي عندها بور فيجن مشاكل في الرؤية طيب تالت مثال عندنا الالترنيت كوميونيكيشن سوفتوير الالترنيت كوميونيكيشن سوفتوير ودي برضو حاجة في السوفتوير مين اللي بيستخدمها؟ الناس اللي عندها ديسابيلتز الالترنيت كوميونيكيشن سوفتوير بيستخدمها الناس اللي عندها ديسابيلتز ديسابيلتز بتاعتهم تتلخص في ايه؟ تتلخص في اللي سبيتش مشاكل في الكلام واللانجوش واللغة طيب مش عارفين يتواصلوا باللسبيتش مش عارفين يعملوا كوميونيكيات باللسبيتش واللانجوش طيب الاساساتيب تكنولوجي بتدعمهم ببرنامج في السوفتوير اسمه واللترنيت كوميونيكيشن سوفتوير وده بيحمل ايه؟ تن تكست تو سبيتش بيحول التكست تو سبيتش وإيه تاني؟ وبيحول السبيتش تو تكست يبقى بيحمل ايه؟ تن تكست تو سبيتش and تن سبيتش تو تكست عندنا كمان سبورتينج طولز أدوات للرياضة زي ايه؟ زي باراكلايمبلينج طولز باراكلايمينج طولز دي بيستخدمها الناس اللي عندهم لمب ديفرنز بتر في السوق تمام؟ طيب بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها علشان يعملوا كلايمب بيستخدمها الكلايمبارس المتصلقين ليه بقى؟ علشان يعملوا كلايمب ماونتنز كلايمب ماونتنز يتسلقوا الجبال وفيه كمان فوتبولز فوتبولز كرات قدم بتعمل بتصدر أصوات عندي كمان الهان بايك هان بايك عجلة يدوية تمام؟ وجيب تتميز ان فيها ثري ويلز ثلاث إطارات ثلاث عجلات تمام؟ وبتشتغل ازاي باور باي هاند باور باي هاند بتشتغل يدويا يبقى عندي الأساسة تكنولوجي الأمثلة بتاعتها اللي هي الهيرينج ايدز سكرين ماجنيفيكيشن سوفتوير ألترني كوميونيكيشن سوفتوير والسبورتينج تولز نرجع بسرعة الأساسة التكنولوجي تعرفها ايه هي عبارة عن سبيشيال طايف اوف تكنولوجي وبكده خلصنا لسون فايف ونبدأ ان شاء الله لسون سكس يونت سكس بتكلمنا عن البروبلمز اللي بنقابلها أثناء تشغيل الكمبيوتر وازاي نلاقي سوليوشن حلول للبروبلمز دي طيب أول مشكلة ممكن تقابلني هي الابس الابليكيشن مش رادية تفتح مش رادية تعمل اوبن ممكن أعمل ايه أول حاجة ممكن أعملها ان انا أعمل ريستارت أعمل راستر الكمبيوتر أعمل له ريستارت إعادة تشغيل تمام واتري أجين وحاول تاني بأول حاجة هعمل ريستارت الكمبيوتر تمام برضو الاب ما فتحش التطبيق ما فتحش هعمل ايه هعمل تشيك للسوفت وير هفحص السوفت وير بتاعتي تمام برضو الاب ما فتحش ما عملش اوبن هعمل ايه هعمل ان انستال ان انستال هلغي التطبيق هحسب التطبيق وارجع تاني اعمله ري انستال وانا ازدله من اول وجديد تمام ادي تلات خطوات للابليكيشن اللي مش رغدي يفتح انا مش عارفة اعمل ان انستال او مش عارفة اعمل ري انستال او المشكلة بتاعت الابس دي مواجهاني ومش عارفة استطرف الحل ده هنقوله لكل اللي في الايه اللي في الليسون ده هنعمل ايه هنعمل اسك للتتشر هنسأل التتشر او هنسأل الفاميلي اسك زي تتشر اور فاميلي ممكن نحط الحل ده لأي ايه مشكلة بتقابلنا تاني بروبلم بتقابلني ان الموس isn't working الموس مش رادية تشتغل اعمل ايه حوصل الكيبل كويس اول حاجة هفحص الكيبل وهوصله كويس طبعا اللي هو الموس بيتوصل بالماذربورد تمام ويستحسن ان انا اعمل ايه ريستارت تاني يبقى الموس مش شغالة اتأكد من الكيبل متوصل بالماذربورد كويس وابتدي اعمل ريستارت للجهاز تاني تمام البروبلم برضو ما تحلتش اعمل ايه يبقى ممكن يكون فيه مشكلة في ديفاكت في ديفاكت في مشكلة في الموس والمفروض ان انا اعمل له ايه ريبليس اجدده واجيب ايه واجيب موس جديد طب انا مش عارفة حل مشكلة الموس هعمل ايه حل النهائي ان انا اسك تتشر اور اسك ايه ذا فاملي تمام تالت مشكلة بتقابلني اثناء تشغيل الديفايس بتاعي او الجهاز بتاعي ان انا مش لقيا كانت فاين مش لقيا فايل معين طيب لو اللي ضايع مني ده فوتو صورة ضايع مني تمام هدور عليها فين هدور في فولدر طيب لو اللي ضايع مني ده فايل وورد فايل هدور فيه هدور في هدور في فولدر طيب فيه صندوق صغير كده موجود جنب جنب زرار ممكن ادخل عليه واعمل طيب انا عملت الخطوات دي كلها وملقتش هعمل ايه طبعا الحل بتاع كل مرة ان انا اسك تيتشر اور اسك ده فاميلي فور هلب هطلب المساعدة من التيتشر او من الفاميلي طيب المشكلة الوراها بتقول اللي سكرين فريز اللي سكرين مش شغالة مشكلة دلوقتي في اللي سكرين لو اللي سكرين فريز مش شغالة هضغط كنترول ألت دليت كنترول ألت دليت مع بعض تمام طيب ضغط الثلاث زراهير دول وبرضو اللي سكرين فريز طيب هعمل ايه هعمل باور اوف هطفي الجهاز خالص وابتجي عمله ريستارت طيب عملت ريستارت والسكرين برضو فريز مش شغالة هعمل ايه هستعين أسك المشكلة الاخيرة اللي بتواجهني وانا بشغل الديبايز بتاعي بيقول لي الكيبورد isn't typing الكيبورد مش شغالة نفس الخطوات اللي عملتها في الموس هعملها في الكيبورد بنفس الترتيب هعمل الشيك للكيبل وابتجي اعمل من اول وجديد ولو برضو ما اشتغلتش ممكن تكون محتاجة محتاجة اجددها ولو ما وصلتش لحل هسأل اسك فاميلي او اسك تتشر فور اهل وكده خلصنا واشوفكم على خير المرة الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا